اشتركوا في القناة ومشاكله كتير وعنقه كتير ويعني تاريخه كمان تستهل فهو موضوع التنويم المرماتيزي هنعرف الأول للتنويم المرماتيزي بأنه موضوع عالم المنفضات الوعي نتجه عن مؤسرات منتظمة وحن نشوفها زي دي بوقت عملي يزيد فيها قابلية الشخص للإيحاء والانتصال بالعقل الباطل وبيضيق مجال الإدراك والانتباط بالعالم الواقع ويصبح الشخص المستقبل ومكفز فقط وذلك لتوقف العقل الناقل أنا عرفه بأنه حالة بالانشفاقي الوعي وطبع نحن شوفنا حالات انشفاقية كليات الستيريا الانشفاقية أو النساوة الانشفاقية أو التضراب الهوية الانشفاقي ديبوا لها تشكيصات هذي التشكيصات الصوت كويس أم لا كويس هارجوا للتسجيلة أكويس فحالات الانشفاقية يعني التنويب هو نوع من الانشفاق أو هو نوع من الغشية اللي هي وكلمتكم عنها أنا بقولت بأكمم على لأعراض التراب الكونشوسنس أو الوعي اللي هو التراب اليقظة كلمتكم عنها التعارض كان فيه من أعراض تغير الوعي للصيف وغصول مش وطبعا تبقى التنكيز موجه نحو نحية المنور وفيه قابلية عالية اللي أهمى عن دوافق ببضل العقل الناقض والحكم على الناقض طبعا الصورة بالفاكرين هنبايز اللي شاهدوا الأبلاغ الداعي عشو السلام الأجلسي وشبيه والمفضعة جنب العبيد طبعا كانوا يكلم في حرب في التنويب الملماتيسي وكانت المسألة تهريق تعملوا كده بص عناية شدت اللحاف مرتع وقال خلاص كده نعمل طبعا اكتشوف بقى ده تنويب وانا ده تهريق امت نشأ التنويب انا مش اعجبنا الملك اللي انت بس يقولي ده يا عبا يعني هو بيقضع وحش الملك اللي انت براكبينه ده ما بيشتغلش بيشتغل كمسلوب علاجي على واحد على قديد واحد اسمه انتون المسمى الرابب ده عاش من 1734 لغاية 1815 ميلادية وكان بيعمل حالة اللي انا قولنا عليها حالة الأجية ورابب ده افترض ان فيه طاقة معناطيسية او سائل غير مرء ينتقل من المعارب طبعا الصورة دي بتوالينا انه ده المنور وحظت راحت ايده قدام عينيدي السبت وهي مفروض تبدأ براكدة فيها ما بابد ما يحصل ايه يا مصطفى تعال احاول نربة السبت ده عشان الماكربون ده مش قاد وكان طبعا انتون مسمى اللي اول عمل مظرية الايه المقصصية الحيوانية وكان طبعا احاول نربة السبت باستخدام الدمون الحراطيسي والباريات تباعدهم مرتوب فيها أنه كانوا كثير من المطارقة فيه ععاب الدمون ومعابسة ععاب الدمون تحت اشترك الكهف وبعدين يعملوا التقلال كثيراً وإذا كانوا كثيراً بالأحدث التدخاء محجلس التقدام ، التقريم ، المؤهدات المتوسطة لأحدث التناوين ومعابسة فيه وكثيرهم مع عرضهم في أحدث ومعهد الأعنيوات اللي يبدأ عليها أكامة تدرسة يعني هم الدولة المصرية القديمة مع عبد المنطقة في في المدينة سقطارة كان مركز مهم للشفاء من الامراض الاخصية بواسطة الدولة. طبعا السوري في هنا كلامة مكتوب دولة المصرية للقديمة. الاااا. ابرز. كانوا من رعبها داخلهم لقول لا هم حاسس. ساقاتها كمان فيه منطقة في الانم. فكان يقولون حين مجرمك العالم. اللي ما عارب في الانهان الده. ما عارب بتروس طبعا لك. وليتمندها عشان اي بيشت في اليوم كيسر بكيانا. وفيكس اهدف صلاوات الجمعية. وامرد شخص بيورت اعطلها. وانتظار حين يشرف عليك. الفيلم ايون. الفيلم ايون بتاعون الشيخ مع وادو مهانس. الفيلم اني كان عايزي اكتفيه مستقراره. وسجلها وواد مكانت صبا عالب مكتبنا. مقابل به مقوع شديد. في موقعه كتير من كباره في الدولة. تطبع تعمل على قدره بس بفترة اللي كان فيه مشلول كان فيه تهديد شديد له طبع عمدان. وحق المنطقة. وهو نايم. شاب هم المدينين ممنوع عبيره من القبلة للاشخاص اللي حياتي كشف عالم الطبائق في المجرد نعتهم. والممنوع دي داخل عليهم اولا كمساستنا كده وميدرقوا فيه. فبدا يدرق فيهم ويشبطهم الرب والبتاع والشغل الراحة وانا يجي وراها بغلق اللي فوق اللي في الفيلم وانا عودة بتاع الحين اللي هنا ده اللي كان بيحصل في المعابة اللي كان ينقرر بمتازر الحين اللي حقاق للشفاء حسب الفيلم ايه 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 ازاي الراحة سبح قنات Brick孩 وأن اصر allí الأحساس لنوزي connect with it to the government. طبعا اه هو كان محاجز في الملا في متياه السابق وكان منطلق. وكان يومي حمي. فكان يومي فلق المراتيين بتقسير المراتيزة مساعدة للإنسان وكذلك. وسنة ربعة سبعين وكاربعة سبعين وواجه عالم ملكة المراتيين. شاهد ساني ينتبه في جاسة المراتيين. وعنده تحت سيطرتهم كما حيني. وليات المراتيين. وقطق عليه ساني لإسم السائل من المراتيين. ومعادي تطور المراتيين تأخذ. وها انترد أسيرا على الصحة. وانكم كل من شخص عامكم مرات السائل بأنها تفرت في المرامات في جسمها. زي الليلة في مرامات دا. وفي مرامات اي منصداد لهذا السائل يهدس المرات المسباني. اراب المرات المرات المرسية. دي مصدرين الليلة في عملها. وطبعا في جنون المناخات كمان بيختلفهم في مقردهم على التحقق في هذا السائل. وطبعا لأنهم في هنا العادات الصغيرة. وما كانش فيها. يعني الليلة التطبيقية يعني مصدرين على اوزي فرصة. وراح فرصة. وانا لها اطولة اهتمموا منهم يعني اعلموا منهم الاهتمام الراحة التنسي وبدأ لنعادي كلموها برغط. للغاية بقى شرعة يعني شرعة شهورة مرحولي. وابقى اختبط قد لهم المراتين من الروحة الليلة ومفتولة رغطة راح لانهم عنده. للغاية ملابان البيض. السادس اعمل نفسه ومصار المكلامات ده وانا مشورده وبعدين مصارر التشكيل فيه. مشارك النامه من الواحد استاذ كرية واحد 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 صفور لي بقرار جدا. كنت تقولون تقريرا عنه. هلو فعلا بيشترى بقرارة عالمية ولا لأه فراحل هو اللي في سائل المراتين يتدفع من داخل المريض وانا هذا السائل اللي السائل بيبقى مخفول وانا معالج مساعد المريض انه السائل ده يتدفع ويبقى بيحكي المعارسيين وحسن السائل. فطبع له ده الهات وانا ما يفوق في دماغه والرفوع عن ممارسة العين التنميم المراتيس. كده خلاص بيحكي المعارسة العين التنميم المعارسة لكي تزادع التنميم المستمر من المعتاهة لغاية الدواء المريض لخلق التنميم يستعمل لها. طبعا لغاية التنميم المعارسة لتعلم منه التنميم المراتيس. لدرجة انه أول حال التسكينت كالتخدير بواسطة التنميم المراتيسي. كانت في يبليل سنة عام ١٩٩٩ ٢٩٩ في باريس. واقرأها هذه الدكتورة لغاية الدولة المراتيس المراتيسية. كان لغاية الدراعة مشهور مع عمل معاليه ديك. لما يضع على سريطان في السن. ويستعمل واحد منور مراتيس من الكلام. هنشوف النموة المراتيسية عام ١٩٩. رجل الدكتورة هنا تُعطه. ما يده? رجل رجل راحي مجميسي. شاهد الهد من العملين من نفسه. ورعاية روها مع الدكتورة المراتيسية. فبيقول ان ان شكبان اللي هو النموة المراتيسية. هاد السبب من عليها. بانوا تنخلها بسحادة الرائعة اللي هاتنس ستيب اللي يتموا عليها عدة ايام بطأ داير. بالنسبة اللي هي تدورة المراتيسية بتعملهم على اللي هو مراتيسية. وكانت بيقول انها في توقيت المدى انها جنسات التدورة المراتيسية كانت بأك شخص عادي. وبيتكلم عن العملين للتراحية اللي هيتم من اجراء بشكل بشكل بسيط جدا ومنفرحي. وراحنا الان كده مغروضة من هذه العالية. وانا شبابة. وانا مغطرش باستحفلش عباد كده. لك المنساء مشتغل عليها بيصنق شبابة دا بالدكتور المراتيسي خلاها تبع ده مرور من العملية. وشوفنا العملية دي هكتفت مساهدة. وفعلا باكتن مليانا ورؤوم من العالية باكتتكلم عن العملية كانت لها حاجة ديه في مصر. هنشوه ايه مصر. كلام العملية كذلك كتب من مليون بيوسف المعالية. بيقول ان المرهدك في حالات الملاجع. ما فيش اي عالة لمنطل المعاليات. يعني شبابة واحد مساديها يتم استرصار. عشان السلطان من فيه. ما تضيعش تأكديره باكتب العملية. فسرطة ما ما قصاش او التنفس الاول. لانه في اثناء العملية دي متبنجة مش بين دي من بتاعها اللي هو الكيميائي دي متبنجة بالتنوم المرنطيشي فبتتكلم مع المنور طول ايه طول العملية. وهي كلامها مع المنور بصوتها ما نغيرش نفضها ما نغيرش تنفسها ما نغيرش طول العملية واحدها ما بتعملش عملية. فشوفيني مبداع تحت التنوم المرنطيشي. اللي بعد كده الدكتور مايرو بعد المواصفة العملية ديه وشوف ان الزاب اللي متداعي مصفة في العملية ديه من التنوم المرنطيشي. وانه ده الكيميائي ما من اعضاء ما نغيرش فيه كده. فسانيا للدكتور قوله كده. قوله كده. يعني هي ما تستخدمش التنوم المرنطيشي أو لا. يعني ليه بنت استخدمه استخدمه بقى كل المرنطيشي. ده هاي الجده. فاقبله لسه انت عاوز ضد تنوم المرنطيشي بلايس. على شغله ومعضوش آآ استمره. او بان عمداد مشاكل يتكشف. ده مرنطيشي كده خفية لانه بطل. كده كده شفت. حافظ مهليتي وحافظ تسمعيتي ومشي حقدر استمره. طبعا ده كان آآ يناصل من التخويف. من التنوم المرنطيشي. خلق المهلاد التي تماما لها بواسطة المنومين للمرنط السنيين. كانت بتتم في السرية جامعة. ولا تعلن لتايدها ولا تنشر في حاسن عنها ولا حاجة خاص. ليه؟ خوفا منه. لناصل بسما على يد لويسي الثلاث عشر والاثنين علماء من واحد بتعافيسي وعادة التعليمية اللي ضيعتها. يعني فيها كتخريم تحصل في التاريخ. جاء جام مارتين شاركو ودراج الله. وانا تقريس الحنة عامة عامة عشر وعشرين. واصبح مؤسس مؤسس العامة بالعصاب اللي مرتفعه بالعصاب. الحديث مع الأولية المتخصصة في مستشفى سنة الترير بباكي ماريس. ومثلان تأتي المستشفى المرأة الوحدي ومكلمة لها المسالة الأن والتنوية الانين والتبانين عامة عشرين. وانا في عامة التنوية التبانينية حمالي. ياريخ التعافيسي مرتفعه في مستشفى بتاع السنة الترير. واشدهر بمساعده للعديد. جاء كرادة من قبيل ناجئة جدا. ولو كان أعليه مضح لدرد ان هو اكتشف الدي اس الدي اس اسكليلوس. انه هو هو اكتشفه وعمل المواصفات بتاع التشخصية وهو اكتشف سلطان وعمل التوصيل بداعه. هده رجل عظيم في التجر. وفي نفس الوقت بتشوفه اللي احصى. لكن بصدف النظر ان شطرت بها في الطب الوسماني وفي الطب المرأة والعصار. انه كان مفتول بالهستيريا وحاجة الهستيري. يعني بصدف النظر في المناخ. حمد زياريو كده اللي خدته كنتبه نفسي وجده عشان تدبسهولي. هو الفتن بالحكايي دي اللي ربما بارح في عام المعصار. وفي قطب المجهر الأهم اللي عنده الاطرابات المنفسية شدده قوي وبقى رائعه في التمتاع بانك المستيري. وكان بيهود انه اكتشف شوفوا ما هذا الفكت بين نصور وبين شاركور 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 معاك شهيدة سائح المنطيسة بيتاب دا هذا ضائرة عصبية فيسيولوجية بتحصل المرأة وانها علامة على مطر نفسي وانه هو بيستخدمها في بلاك آدي بتطور شاركوره وانتلاويز بتطوره أوليه وانتلاويز بتطوره أوليه وانتلاح دايه الاستيريا شايفينها؟ عندها الاستيريا وانتلاويز بتطوره ايه؟ هيشتغل عليها ويستخدم التنويم اللي هي فيه في حالة الاستيريا معاك دلوقتي في هيستخدم التنويم اللي هي فيه في حالة الاستيريا عشان نخليها تشفى من الاستيريا هايته حياة من حال للصراع على مستوى الامبوشت او الساببوشت فطبع مصدر ببادت بقى مالاتكم اللي هي فيها طبع حشل الكلام اللي هي بايه؟ لما يدون لبعهم التنويم ويستخدم التنويم اللي بقى لا يدون الاستيريا بحشل الكلام بقى جامعة والنوية السابعة هو هذا من خمسطاش طبعا التنويم الملاطيسي بدأ هنا ياخد ايه؟ وطبعا المرضى الاستيريين يدخلوا اه التنويم وهو في اسقبل حالة الدنويم اللي هي بقى فيها عشان نحكم الحكم بالاستيريا وطبعا المدرسة انشتغرب وطبعا اكيدة التنويم الملاطيسي عرضا عرضا استيريا وهنا اندي حالة عليها مطلبة وهانو ممكن يستغر نفس العرض الاستيريين فانو يخدروا المريض اللي نحن الاستيريا يعني هكذا الاستيريا اشتغل بقى نفسها مين دا كان من تنويم الشراقون سيجم الدرويف طبعا سيجم الدرويف كان مساسا يشتغل طريق وكما يشتغل تشريح الكلاث العصر ومع المعاملين وعصار الديان انما اندي شراقون وبس لا شراقون بعادة الاستيريا التنويم والعطيسي قال الله دا بدأ هو ايه شوفوا سيجم الدرويف سيجم الدرويف التنويم والعادة وبدأ يشوف ايه الصحة النفسية وجبناه نفس للانسان وطبعا كان هو مؤسس علم النفس اللي بدأ يدارس بعد كده بس معلوم بقى نفسها بقى نفسها بقى نفسها بدأ يهيه مدرسة مفرغة ده رأي مدرسة اسمها مدرسة نانسي مدرسة دي متخصصة التنويم المناطيسة في المجالس وبدأ يتعلم يا عدون المناطيسي بطول والعسالين والتكنيكات والتنويم والعادة تنويم المناطيسي بايز اوي ونعلمه في الاولى عشان ربوه ونكمل عن الدرسة دي وقالت الى مدينة عشان يمارس ده وانا نكمل بقى قصة في قرون الواحده لما نكمل بعد الايد وصيفر عناس طبعا 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 الطبعا طبعا 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 اللي هو الهاتف النوميات فكانت بنا تكرها من الساعة وشدر ومتحدة الوقت المشدين بدأ يبقى فيه ظهور للمنوبيل المنوبيل المنوبيل وبعد مدازة كتير مطابعة في العالم ومتحدة الوقت المشدين بعد مطابقية العالمية للمنوبيل المنوبيل المنوبيل تبحي يعني مدازة منوبيل جداً في الصحة العروسية ويبنوا يعني بيعمل تغييرات يعني اعتقد ان اقول المنوبيل نفسي وكان ده تكتير مهم في مكان الساعة العروسية زي اللي قناع عن التتخير او زيادة السطرة من رأس او مدازة تعالى او التتخير شي قناع عن التتخير اللي قطور بلوكي اللي قطور بلوكي اللي قطور بلوكي اللي قطور بلوكي لغمالك يدع لن بيومي مغرطيس في رغالو بس القليلات اللي قطور بلوكي لايكن هذه إذا كانت تنجيلون مغرطيس في راحش الاختيار لغمالك لعامة كل اللي فشرة اللي تكون مؤسب مغرطيسة اللي قطور بلوكي طبعاً الавطبالية يتباشة قولهم ومغرط وقد خرصلت رصدت تلقيمات ما مناضر على معاعدة الجناس اللي قطور بلوكي عامية للتكون مغرطيسة ونسبة من أربعة لستة المئة ما نستطيع مش فارس يعني ليس لديهم مقابلين وهي النسبة من التقطير اللي هي بعض الجنين الى تمانيه والجنين مقابلتهم لديك نوعية متبسطة وهي التطبيق للأخفار تجد أكبر ليه ليه؟ عشان العقل اللي نقتل لسه ايه؟ لم يعدون وكل ما يقعه كل ما مقتل قابلين من التقطيرين عشان العقل اللي نقتل عنده بكديه كبير طب ايه سبب عادة من تطمع على احتسال التأمين؟ هذا يبقى ضحل من المنونة يعني هو ناول مش قادي ندخل المريد بتاعه في الحالة التأمين والجنة الكادة طبعاً يقوله طبعاً في كراسين قاله ما يريدش يخالى المريد يصل بالأعادة استدخاءة كافية عشان نصره تطبيقه مش قادي يقوله ايه؟ من الناس؟ دي معاك الحالة التأمينة انه السقر اللي بين المريد ومهن المنونة ومهن معاك مهيش كافية زي ما رسطت عليك الناس لك لازم تبقى السقر كافية بكيش المريد يبقى على المعاك دي لأكس ومعايا انه يوقف التأمين العقل الآن قابلية التنمية لها علاقة بتشخيص المرض الاسرائي كادري اللي هيكبر بكلام عليه يعني فيه مرار الطب نفسي بتبقى فيه قابلية التنميم الأعلى فيهم وامرار قابلية التنميم الأعلى طبعاً انه فيه علاقة بين التشخيص ايه تبا جالتا بيسالة البلاد للتقربية للتقربية للتقربية. أما عند الصدقات الامتشتركات المعيينة المشروعة بدون الأشعر التقربية للتقربية وهذا العدد لما تتقارد انه التقربية من القطرة الإحالة المعيزة من شخص المعيزة لليس الوضع هل للجمع الأمراكس في الطراقية للتقربية يعني يعني العلاقين معيات دون استعداد التقويم عقرر وعلاق معدهاش يعني الجنات الروسية لأهو عن شخص المتمثلة لغت قبلية لتقويم زي واحد ففي التواني المستمثلة لوحد فيهو نتقابليه التقويم التاني لزميه يبقينو كباليه التقويم زي وانهو لانهو مرتوش قبلية لتقويم بتقويم زي هادة الشهاد كده ايه دوري يوما قوله بسهل مصينة يا جمع فالولا دوري يوما تقرأ بسهل مصينة يوما شاكت بقعبوا لغاق فا قبلية الشغل المشنين هانا بتضغيها لاختوام عياد لا بتنضبك انها عمل زكاة انها قد اضحوا فيه ابنه معامل زكاة ايه بتعيسه من طفل عن سن ست سنين مرحلة سنين من أولى هو زكاة مية وعشرة كمزلة زكاة أو معامل زكاة لو إسنه هو سنة وعربعين سنة فرضا بيطرع مية وعشرة نفس المزلة زكاة إيه مرة التغير اللي بيعملهم التأكد التأميم هالذي التغير فعلا طبعا التأميم التغير المنازلة بالنستيق كانت هنا نحن رغب مريبة تأمين كابلت صلاحة كابلت صلاحة المفتشة في صلاحة مش كده وكانت بتحقق بيه في رايب الاجئة وسكنة دي وسكنة دي فدي بيحصل فيها على رأس الاجئة عشان تحلي مشكلة الاجئة الصراع اللي عندها ها وأحيانا المنستيقات صراحات الوامر المنوكة صراع على مستوى لها لكن المنوكة دي صراع على مستوى الحجر التغير المناطيسي كده دوء عمدنية يتبع من مكملاتها من التفاق بين المنوكة والمكاوم المناطيسي على دول التغيرات عزية معينة على الصراع الحاجة أو أموصة أو أموصة والمتفقين حليها بحيث انه يحق البرد من اللي هو ما عايزه من التفاقين فببن فيه اتفاق بينهم ويستخدم التفاقين لإحداث دافع يعني لو عندنا مرض فقد الدفعين وشهادة كعابة واستسلام وياسك وإنه بنعمله على نفسي ومشعالفين نحق الدافع بسرعة ممكن نستخدم فعليه التنوير عشان نعمله بالتنوير أو نعالي الأعراض ما حصلت بالإستريح وبعض البراسين يقول ما فيش حالة غشية وانه ما فيش طائل فسيولوجي يمكن اكتشارك لكن الحال ده قل من الحقيقة ولا بعض المرورية بعض المرورية طبعاً بعض الاستجامات الفسيولوجية ما تحدث دول بيعيب ينقضوا على التنوير بشكل ما وانه هو ممكن هي التعامل في حالة التنوير وممكن اعراض ان تختفت التنوير بالنهاء تختفت بالنهاء خلال التنوير ومن ذلك بعض العطفين نحن نقص العطفين بحيث انه نستجد في التنوير آآ طبعاً لقد في نصلاً بعض العطفين عنده تتوقع من النهاء السيولوجية ويبنحكين طبعاً 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 من اللي يصل فيه نصح الاندلاء هو قد تنصص انه هي تصدف التنوير والهن من دلاء يودي يعملوا حي المحاد ليش نبصى عند المطالبين ومن ذلك يعني طرحة واستجارة كاملة ومن ذلك ومن ذلك ومن ذلك انه هو مجموديين بالتنوير شكراً مختلفين ايه؟ بيقولون العامل العواني والعامل 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 الثلاثة المتصاص والمشطار والمتصاص 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 العلمين يتدي ينخرط وينعكس بيريات بيريات ايه؟ 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 المصيرات الخبيرة تتلاشى منه. المشبار اللي هو مواصفناه في كهاتف الاستيقى الانشباري. والله حظاتكم شوفتوه في فيلم كتر الهجمان لما كانت سوعات عسلي بالصبت عادة في الجامعة وبالليل يحصل لها دوسوسيشا وتعيش دورنا على ناعي. هم؟ فداي كان بيقسم قوي الدوسوسيشا اللي هو الانشبار. وده اسم انتقرار مجموية الانشبار. طبعا بيتمتقص بها. ومجموع من الغايف قصد الزاكرة عن احداث واحتياجات التقنيم بتحتاج انهم البراج يمتعون ويسترخ. ويساعدهم عن مجال الوحي بتاعهم عشان يستوروا يمتعون التعليمات المنونة. ويتخل عن السيطرة المخاصة به يسيطوا السيطرة من؟ للمنونة بالتعليم. وممكن ان وعد كده من تكرار التنميمهم ممكن هو بالتنميم ذاتي. ويحمل علاج النفسه ذاتي. واعتقد ان بعضكم ممكن يعمل ده من خلال مرشد التعمل بشكل عمير او مرشد يوجه بشكل عمير بحس انه يصل أن يكون من تنميم ذاتي والانعاءات الثديقرية. وكانهم مع شخص عليه تعامل. انه يريد عمير وضع. الحمد ده كتنمها بدا فيروس المجال السرطة. ليه بده أمين من المنونة؟ فإذا ده فيدي العمير بصد السلام بديد ف觉مه مزفو السلام. ويجد فقدم كل دعاء. إنه يتميز. إنه يرون تقصد. ولا تقصد. ولا تقصد. ولا تقصد. والسلام حسنًا من نوع من الأسفر يكون النوع من طبول وطبول وطبول بكل عادة وهو نتوقافك لله مطاقة طبعاً نحن نضع عن معايز القليل عشان يرضى أستعلم وصل إلى العام النبكين من التطبيل المنطرصية وقد يصل إلى العام النبكين بلقاسم التطبيل الامرانات الخصائص تتميز حالة التأمير من حالات التطورة الخصائص دي من النوم يطافح للتأمير عادي ومن تبلغى قوله من حالات التنكرة من اختبار النورة بالداخل المياه يلغط ونعلم من نوعات التأمير من ايه يلغط ونحتلانها نوعات التمامة ونرغط زيادة التطورية ايه بالنحن العائية والجرس اللي ندور عنها بستطابة التامة بمجميع المصروب ده بسنولة العائل العادية ونستطابة بستطاياه ونقابة للحصة التنكرة بفوق بالفقد السبكة وشفقة جديدة اخرى بالفقد التأمير اللي احصل ونحن نحن عنود المصروب على النوم لكيف نعمل التنكوين لمرين نفسهم أو أي شخص قريبون uhred ماذا حرقت الفقد السبكةích اللي جد ممكنكم تعرفون وينواتي نف wipes أبداً الآن انه تم ردعنا تلك الأجهد ونستبهض بكثير من الجامعة ونسبح من ذلك times ... ممكنّو أن نحصل لك أجهد ونسبح من brothers and sisters ونسبح حادث من أجهد ونسبح من أجهد ونسبح هذا التركيّم من أجهد فورا البنامس توجه في النهاية ما في السحلة يعني هاتفكيسوا كل ربطة ايه عن الضاحة وفي نفس الوقت بيستكيبوا الاعادة اللي بيستعادوا المناوم ومن دماما بتشاركوا تماماً بأي مصيرات حياة ديه بنجد الحادة استكيبوا بحيث المتخدية يبقى واحدة ومطيب ومستغي ومنفصلة عن الواقع ومنتجب الواقع الداخلي ويربط العظامهم في المكان هادئ مريع في الحلقة لتدافقها ومنفصلين على بعض الشيء ومعادي انتوزالة لكل المعارض المعالة اللي نعمتوا نعمل بيهو التغفير المعالة هيفشت بجدول هات التغفير ومعادي الناور يرد من المتركيز على ايه راعت بيهات اقولوا اقص السرع وتركيزني على النقطة المعالة في السرع كده المعالة اللي نعمل بيهات المعالة اللي نعمل بيهات المعالة والاول ان انا احط له راعت ايدي من سخليها ايه معرفوه كده وهو مبصص عليها فيعمل مجبول عشان يمر دايما مفاتع عينيه فالدرج انها تبهت فتبه وعلى فكرة المعالة اللي نعمل بيستخدمه مع المرضة لانه دور انصبه لانه دور عرض لما يجينا ايام ويقولي يا دكتور انا بنامش اقوله انك منامت و لما تنام ما تنفيتش عينة تفتع عينك وبرق او يروحة السعر كده وابطل البرقة وابطل البرقة وابطل البرقة يروحة البرقة اخذ معينة تبقاه راعة مقفولة ورقمها فاده خلال كده انه الناول يمحكده مسترحاق ومو كلا استرحاق جلسات والمهين مهات عطر ويصف انه عالك ويطعمل ويرعانك وما اكتبت قدرعا حين انه الناول نفسه يعني المريد بيبقى ايه مهينة بدعانهم اهو لدرجة انه عادسة وهي المهدايا يعني انه التأمين كله بيتمي من خلال نحاق الذاتي من المهين يعني حصل معايا كتير في جلسات الملاج النفسي بالذات المرضات او المرضى اللي بقى المفترة معايا انه يجي بجلسة معينة ويبقى مسترق زيادة يبتدي صوته يهرط ويبتدي ايه يسيب نفسه ويبتدي يخش في حالة تدهامه والعيب يتكلم بالصطف عن فترة معاياه من حياته وانا ما عملتش لا تنوين ولا كأكفرات كل ما نعلم بديمي فرصة انه يسترق ومتبسك فرصة انه يعيش احساساته ويبقى بيوته داخليه ويفقد التواصل مع اهل ايه ولا اقصد ان تنوين هذا تنوين ذاتي من المرضى حصلت اكثر من مرة معاياه وكانت واضحة جدا اه طبعا اه 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 ما انت مبنائي وانا اعيد من واحد العشرة ولما يكون صليوه من عشرة واحد ولما يوم صليوه هتكون ميت تبتدي ايه؟ عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثنة نحن ايه؟ هل تفيني متدري؟ من الاهل من الهين؟ من الخارج الخاص فعلا من المنغة في الهين تبتناميره يبدأ هناما المعاك يمحينهم يبدأ من أعصدقاء على الارضاء تباهم من أعصدقاء على الارضاء تباهم من أعصدقاء من الحالات الضعادة والشخصية تباهم من أعصدقاء تباهم من أعصدقاء تباهم من أعصدقاء تباهم من أعصدقاء على الارضاء السنة وما يستعملش جملة لنبليا أبدا لازم كل الجملة تباهم تصدقاء إيه يا باين؟ ما يقولوش انت دلوقات ما معيتش إنك كواي لا ما يجبش جملة لا نجد كل الجملة لازم تباهم انت حاسس بمعاني معظم مكتبات انت قدرتك على داعك في الحياة الأقدرة انت دلوقات من واحد العشرة ونموز العشرة تكونوا ليين؟ صحيحة ونجد يقولون واحد اثنين تلات أرباح خمسة ستة سبع تمام تسع عاشر في الانتقاء بحيث انت عاشر فتاة وعالوه انت دلوقات تكونوا لغاية الدرماء ونجده في الانتقاء هل في الانتقاء لازم نقودها في الانتقاء وانت تتعجين انت تتبع في الانتقاء وانت تتعجين وانت تتبعين على الانتقاء اذا اقصى قدرتك ستنستطرق تنمين وانا لست تتخاف من المجهز بلطلق من المرين فمنكز الانتقاء وانت تتبعين يستخي وانتقى ويقف نقود جسمه بعد من القدمين ومعطبك اجابة الانتقاء ايه بالبصر ايه حد اتبع معه طبعا ممكن استخدام مع مريض اه اللي بتاعها للاكسيشن تكنيب بتاعها حالي هي اطلاطه عبود و بعدين هي فوقها. يعني الان اطلاطه بتاعها من خلال خلال المكبار الشديد ولل اطلاطه اسمه و بعدين فوقها و بعدين فوقها و بعدين مصدره و زي ما اعتبروا العيانة حد اه دي مصدره احي Grande حد احيان المتجمع للغاية ثابتاً في المشاهدة أما تكلن بها الألم فيهن طبع قداد ألم وحديدين أساساً اللي إدوشنا فعلها وتمعت بالتخدير وطبع ما أعدوهات بنتجميعهم هم حتيشون في الألعاب وما يمعت ان هدوهات بإعادة نفسي لكن يقولونها لأدوية كان علاق بالألم لكن أول واحد عمل من الكاهدية كان طلب مني أن أنا أكون معاه في فريق للتمليوم المغراطيسي وبدأي مرطوله مرتين المدى بتاعته عشان يعلمني التمليوم المغراطيسي أعجبه معاه من دويني ومرضاش إيه ومرضاش إعلمني بيتعامل زيه ومرضاش إعلمني زيادة التي تبقى حيات التمليوم حينها مرتبطة للحياة العالية وتستغلت مرتبطة على توسعها حين تتغلت مهيات من خلاج نفسي في التمليوم إن حضار الشريعة مرتبطة للتمليوم في أعضار الشريعة مرتبطة للتمليوم طبعا حولا أولا أكل متنميوم دو ورد لأهل ورش دوار لأهل ورش دوار لأهل وردس إيه ونعملنا نحن نجيه مطلع شديد يجيه زيادة المغراطي ورد ولا حتى التمسيح وزيادة والزيادة طبعا حتى تنميوم دوار فمن حتى تنميوم دوارت في التمليوم يعاني شريعة أهل ورد يعاني إنه التمليوم بأركة القطر اللي إيه وده مش عايدين لأنهم حتى تكون ذا بيرجع الاستعداد المنين والحق الذاتي من اللي حقه التمليوم وفي ناس اللي مرتبطوا حصلون مهارة التمليوم ده الحقوق التمليوم من غير أدم معهلهم أحد فده التمليوم ذاتي وده مش شطار من المنور الدماني شطار من من المنور نفسه والسعداء فينا سكورة كتير جدا اه بيعيشهم في التعاكم بيعيشهم في حالة يعني مهارة التمليوم ويبقوا ايه بتفصلهم على الواقع والأخصار دي يعني المنور الخطب بالله في المؤمنين دوارهم يعني الذين آمنوا عن تغشع أوروبهم بذكر الله المسؤول هذا هو ان الواحد يجبوا في الصلاة عايش مع ربنا وناس كل هذا الواقع للعملين ووصولنا إلى الدوار مع النظر القصفي من كورة الواقعات وده من نوع الدوار المدخلي والاستفتاء وشكور والراحة قلنا بحيثات والسلامة لما كان يجي بحيث الصلاة يقولون اريحنا بيه لما حيوجد في ايه في المعيه تلسيه الدنيا وبكل اللي ما حواليها فطبع حيوة في حادث اللي كانت مريحة عشان جدا يقولون اريحنا بيه الحادث نوعه كان عنده مؤذرة في رجل وكان المتقرب منها يتم تفتاح وكان لهم شوفوا اريح ما اعطر مكانش فيه تقنية تقديم تقديم اريح ما اعطر استعادة بس عندما اتقل في الصلاة وتقوم بتخلت في الصلاة عندما اكت فيها ايه تعلق وده اللي حصل فعل لانه في الصلاة بينفصل على العالم خرس وكانه في حالة تقنية وفي المعيه الإيهات طبعا الزكري في الطورة الصوفية الزكري في الطورة الصوفية الزكري في الطورة الصوفية وزارة في الملايات الشعبية يعني انتم اعطوا ادي حالة زجاجة شاكتوا نتبسين الزك وطبع الناس ده بسخاخ اه بسخاخ الزك اه الاول يبتد ايه ايه رعا هكذا الله 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 من عمل الزجر. اضاف حانة زجر مطور نحيه الشفاح. اه? 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 عامة الشفاح. يوجد شفاح مطور من حالات. ايه? لانه مستقل. ان الحالة اللي هو هيشتح من الاستخدام. شوف ايه الزرق. اهو. هذا الزرق هو. وهذه واحدة لأخذ زيادة الزرق بيهدوها. طبعا هلوها تعمل ابدو بوثمان مع احااد انه اه اه خرابك الايه. بحس انها ترغلك. بحالة الايه التنميم. بس هو التنميم بتاعه مش تنميم بمعنى احااد الجمالية. قدمها هي كده على ايه وايه كده خلاص. هندمح عليها خطرة. ونتيك الهوم من حيث الدم انزل عليها بقى في تطلع. وطبع كل ده الصجياس شخصي. كل ده ايه احااد. ولا جدناها احااد مبقتة. بدلا اعاشي شفاء كانت. واااااااااا اسبوع تاريب اهادة الاستدنى. ويرجع الحصير دي كبه هاتي قد هالك فقط تلك فقط يفيد بالتأمين من خضر المنوم مسلوب من قرارة وعنه ممكن يعمل من أي تصور في مطور المنوم يعني مطور المتصور أنه ممكن المنوم يخلي المنوم يروح التكبير وده حصل بعض الأفلام ولكن حياته مش صريحة وعنه مطورين لا يلافعاً ما لا توافعاً عن الاخرين لأنه في عمله العقل الباطل بداه حالس المصنعته وعنه السحب داره ومزد السحب داره لوقت الممكن يروح السسته لا يقبل إن الإنسان وسائله لعنه مدفعاً خيط خلاياً تخبيح من شخص بشكل تكرودي وعلى مستوى العقل الباطل لما يسمعش عبداً بإنه المنوم الأولونين يعمل حقاً تدوره وغيوه من الشطر وغيوه من الشطر وغيوه من فوق مناعة التنميم لأنه فيه فقرة هيعمل له أو حالة الوشحة وهو مش مواركة وغيوه من الشطر هاكره من الشطر أنه 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 إنتهي مدفعاً يستطيع غير غير سعادية الوقت نايدوا فينكم ليه حين ريح ومتصرفاته هده الوقت وشغلوا ايه ومش عارف ايه كل ده كلام فاهر لانه يقولوا في السر وشوفتوا طبعا في الهفلاء ان المناود يجد واحد ويقعد ويقولوا اه قول اللي قاعد في الصبر طبع تناد من عشين مائد اسمه ايه يروح حين يقولوا في كلام يقولوا في كلام يقولوا تبعتوا تعالى ويروحوا دولار اللي يجيب مع المال اهد سمع في الهاتف دي مصنعها حزينة. ومخطر تجيب تنوير واحد انتدور ومشتنسي. كان عمل تقليل من اي حاجة عشان يقولوا ده في الحكة من الدكين. فكل اللي يتنصر عليكم من الدكين. هم? نقول لده ايه اهو. شوف? هاي سواء اهو. والعايات سواء اهو. والعايات سواء انا تحقنوا شاية دي في المرأة دي. وهيقول شايف دي. كتير بقى من المطفول دوله هوني اللي مكبروا. وامل ان احنا كنا نشتغل وصيد مع ايه. مع الدجان. وكان ايه اخاف منه. فيقول لي شايفة. مين قدامك? شايف واحدة ست? اقولوا ايه. يقول لي الست دي سبناها لدلاتين سنة. ايه ايه. ده دي تشبه مين? مرات اخوها او لا اختار? يقولوا لا مرات اخوها. وهكذا التنفيذ كله. وكلام كبارك. ومشي حقيقي طبعا. لانكم لا يعطيها والغاية اللي ايه. 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 ايه تأثيرين التنفيذة لها? لنزود الواقعية لها. بيخلال شباق وما يتقدرش عن حداثة التنفيذ. ممكن ان نحيط من السيان من درايات المقبلة. المؤلمة. اللي انتضماري حياته. ممكن ان نتحاكد من حدوة المعالية الخمالية المنصود. ولكن ممكن ان تصوح حاجة ونقضى لما انا نعلم ده عن طريقة الاستقصار العمالية. ايه. ايه. مش مطلقة الهيه التنفيذة. يعني ممكن ان يضطع عن التنفيذة كما تبقى السوق. من خلال التنفيذة ممكن ان نصوح لها المؤمن وطمعة. وآه ممكن نكتاشة زكريات. ممكن تكون احيانا زكريات ايه? زائب. عشان جدا فيه بعض الناس يقول لها قدعية. انا نجيب واحد يقولون التقويم يعترف على ايه? اللي كانوا معاه في الهدسة والمين اللي مدى التقويم والكلام كله. ممكن يعملوا. يبقى في بريكا. وآه يبقى ده شخص ايه? آآ يعني يقولون الجواس. والجواة يقولون شكرا على الواتع. حاول انه يبقى تمسك عليهم. وآه يعمل نوع من آآ بيكا وكلينيا عشان يقيروا ما صار جيدا. فبينفعش انه حد يشهد بشهادة بتاعت التقويم ويرخص بيهن عارس. لانه ده نظر شك محبك. اه محبك. اه مهم اه اه خنزلان عبرها بممكن تمينك 托ار ويردها بويدها حيل معاك اللي هو لمنطورة ومحبك اللي هيه انه. ممكمة من أجلزنيين لديو اجلزة اجسأة تجدو في البرقات الكثير زيان انه تأكي هنالك تقامتين على الوقت او او انت اشمق اللي تجاهدك كلا ده. نعم. 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 ما رحبك نعم من ما رحبك نعم. لمن قد لا يحقق. نعم. 깨끗 قد لا يكفي terms. نعم. نعم هي خطر قد لا يكفي وتكفي المعلومات التي تحصل. ثم نعم هي نعم هي نعم هي نعم هي نعم هي نعم هي نعم. يمكن نطبع نكسر ميلي بالحرارة اللي هو نرطة القلب وحرارة الدمعاء يمكن نتضغير محللات النهولم ممكن نرحيبه في درجة حرارة وتتعزبه بدون المده وتنفعه للحرارة زيدة وإسفة المده ممكن نتكرم عمليات خليلة زي ما قولنا يتمنى فيها عمليات الرحية وطبعا استخدام من هذا في معاية الولادات الرحية وده حصل معاية لما كنت امتياز في مستشفى الجلالي نيسا والولادة كان عمر عشد سنائة كده وعشد سنائة كده عمر كبير وكل سرير اللي حد تولي كانت مستشفى النيسا والولادة دي هي المستشفى الوحيدة في القيارة التعاليسة والولادة والمناطق المحافظات المحيطة فكانت يعني مفرحة ففي عشد كده ولده وعشد كده ولده وإنها ما قعدني معها مريضة على وشق إنها ايه يعني تغربت كده فكنت أقعد مع المريضة دي وكلب معها وأوصل معها إلى حالا من الاسترخاء لدرجة إن الست تومت من غد ما تحس بأي ألم خالص لدرجة إن وعدة فيهم ولدت من غد ما تحس بألم فبشوف أنا بولدها فالحيط البد نزلة بجليح طفلة نزلة بجليح فعني كنت جمي فعالي أعمل المنوفرة إنت أعرفك فروحت حطت السماء المسطاني ده وبقها وروحت ايه شادت لتحت عشان أخلاها قد من حتة تبيعها من الملحون عشان أم تتعشرش من الملحون وعملت كده وروحت ايه مطلعها وطبعا ايه رفعتها بأيدي خبطت على الفاعل عياطة تبلد الدنيا عياطة وطبعها العقل السوري وفضل باقي نزلها للمشيمة اللي هو اللي متغزل طفلة اللي موجودة لسه في الورا أروحت أعمليها مسالة على بطناعة عشان توقع تنزل المشيمة فأنا أزورها التطيدي على بطناعة والستة رح تنجش عادي وقعدة أتبوز فيها وتقول لي جماعة تلتاشر سنة على لديك تولد البنتي بعد تلتاشر سنة عاقر مهندهاش ولا طفل ولا بلدي تعمليكي قلت لي لو أعرف كده ما كنتش عادت جنبك الحرس لأنا أنا بتياز وكلم ناجد دولا لكن أعلم فأقلت أنا الحلم الدماء وعملها استرداء ما تحسش بالعلم خلص في الولادة وعملت ده بعد كده رسالة ماجستير لما أنا بقيت عضوها التدريس في قسم الطب النفسي وأشرفت على واحد هو دلوقتي أستاذ مخر والعصار رسالة الدكتور سبحان عبداليوكيم رسالته كانت عندها وعملها على الولادات وفعلي طلقت أنه كل ما كانت الستة أكثر استرخائها يقول لأ ألم الولادة ما اختفت تبادل طبعاً بيتقولوا في الأفلال ستات بيسرخوا وبطاعوا الدنيا ويخوفوا كل وقت فيك إنها ممكن تبقى حامل في يوم العلالة مرحبين وطلع مش عقيدة التفسير العلم اللي نميوني بقى معها أنا رأيه كده 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 كل واحد يقضع عينيه ويتخالب فيه نقطة من عصير اللمون وأنتعرفين اللمون قد أيه بيتص على أطلاق المنزل همم المنزل لو هادا تبقى تنزل نزيل ولا تتحس فيه تغيرات كعنه فعلاً على لسانة نقطة ديه لأمور مجرد. وده لعلمه للأسف داخل رصة بالله يوميج بين الحقيقة رائعية. يعني يمكن أن نخدق ونتخيل أن على الإنسان نحن تنصر نحن ويعمل التقليلات الفيسيولوجية وده أقول أصير من نحن رعب المنطقين المخلقين المخلقين المريد في حالة استرخاء والعقل النقدي متوقف عشان كدا في قشرة المخلق فقد السيطرة بتاعتها طبعا في اسلام وسطة المنونة وكتبات المنونة بالمنونة زي التقاطة المنونة بتقناها النام قد التأنت. أول ما عادت الولاد تقناه منطورة يعني مجابوزة. بس أول أول ما عادتها عادتها أي منطورة رحمة قد التأنت. ما عنده جارة سلماء اللي صوته أعلى صوت وقت الطفل لو رنبا رنبا تسعاش. معنى كده ايه? إن هي مصبوطة على ايه? بالضبط. بتبرمج على ايه صوت طفلها ومش على اي صوت تان. فهو ده يبقى حاصل بين المنونة والمنونة. ها? بيبقى كده ايه? بيبقى لها خفير داخل. بيبقى مضبط على مكان التقاطة. وطبعا هنا المنونة كأنه العبد الواجهة من بناءة ايه ناخد. طبعا فيه صغيات عديدة عشان تفسر اللي اللي بيحصل لمناءة اسمانية تنظيم. لكن هنحن رونا نديره من المشفاق. وهنحن نحن نحن خلي المناكز اللي لا افضلية شكالة الرواقف اللي احن من راقف ونصف اللي بسيطارها عدد الراقض. هنحن نتقال بعد راسي على كده الامرات. التقنيم مش ممكن يجب المعنرسة على كده الواح. لكن هو التكنيج يستخدم لبنطبيق النفسي ينصع به. ساعتها يستخدم هات التكنيج الموسوعة للاحاجة معيات. ونحن نتحدى انه منطبيقه في التقنيم من ان الشخص اللي نأمل ونأمل للدناء. بحيث انه يبقى فيهم ايام تنفسية وحية على استوى قدريني. او يرى من اكتشف الحاجات في الهان المواطن. ويبقى حقا وصلينه من اللاجة نفسي ضعيانك التبصيل. انه هو يبقى في الصغراء الى السبق المرس. من بعد بيرى انه بتقسط قصير تنمير بزورة الان ترورة. يعني هنا ان العهل النادق والعهل الواحد يبقى قادر على قد القرارات. لانهان التنويب بالعهل ده ما بيبقى عروس. وعشان كده ما بقى احنا ما بنستخدمهوش كعلاج نفسي لانه لا يعطي بالتنمير. وده اللي هقوله في التعليم النفسي. لما نجد كلب عمروه بعد عيدة شاء الله. هتكلب على انه بطل التنميم واستغلب بتاعها كده اللي ايه تبقى القرارات. طبعا هاي ربينه اه من التنميمة اه طبعا حاج المواحد والعهال وحينه ايه ساعة كده اشتبقى التنميم ولكنه يعني انه ينطرش الشخص في انه ما كتبقى عملان ديورة ثانية. ايه مزايا بتخدمة التنميم للجميع نفسي في الكاملية? بآآ طبعا اه انه بخلال بنا نجد بحيث انه يتحضر معناه بسرعة او مشكلة بسرعة او يكشف حاجات الحافية فيها الوقت بحيث تستطبس حلقتها من الصناعات تلكه. وهو ما تستطبسلش انه معاني اللي هو مستطبس. بالان صناعات تدخل المرارة كنا بينسى اللي عصدت اسمها التنميم ولكن الولد بيها اللي معاجر بيكتشف اللي جواه من مهلان حاجة التنميم لديها بديدة فرصة او ويزة للنهاج الاستكشاف. بلاجة احيان يستخدم لها في تقريب الان اولاد اثنين خزون مسحابي وناس وخزون مختاري لك فيش. واحد مش عارف لفين ما فيش. مكان ما فيش علاج بيكتشف خاص بدال اللي عمله في عانة التنميم المطنية اختفى ففعلاً ديور التنميم ايه اختفى. اه مو كلم زي ما بتقول وكده تتلع هتتتخين. طبعاً في الان ايه ايه اه زي ما كانت تقول ليس خادم انه فيها البريدة عانة التنميم او في عانة اللاوة فينهيها بالدول الامراض فهي تخيش في الامراض تقادها وان طبعاً انهي اهامنه انهي احنا في حالة العلاج النفسي بيكون فيه تحالف عباده ولكن في حالة التقييم فيه استسلام مع اهلترات لان انهي اهامن فيه تحالف عباده مريكة من المريض ولا هو تحالف سائب ومعققت لحالة التقييم. وفعلاً سائب ومعقة لحالة التقييم. طبعاً ممكن ان اقول بيستخدمه مائة في عسامة طوارق وده في خطاعة دولستشبهات تغنيكة بيستخدمه في عسامة طوارق انه مريد بيكيب في عادة قلب جديد ومش عارفين حتى يدمع عليهم من قلب عشان يقوله اي حاجة فبيستلوا حد من مطباعته الاستقبال عنه خبرة في التنوين يقوله اهدى معايا مستر راكسوك نفسه ويروح داخل بتكنيجي التنوين يهم يهدى يهم يعرفوا دولو ايه طلاب وتعامل طبعاً بيستخدموا فعادة الروب والقرارين والمصر في القرى والصدوع واليلم فيه والصدقات الكيلة والحزنن ايه ان الله من الهانس زو سطر في المصير والباركة الكيلة وتبقى الوصد للعضرات الكيلة ومستخدم المناخ في كمراعات المصير والقرارات الشررية والقرارات الصدرية والقرارات السلام والمفتوء كل اللي 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 يجب استخدام التنميون يتغرب جهاز الملاحيه. جهاز الملاحي لو هو الماء يتقصره من البعض اخير الموضوع. فالنطور من الحكاةة هي المخصة جهاز الملاح. العلميس المكاةة جهاز الملاح والصمت من جهاز الملاح. وساعد ان الاجزم برد تقرح من الجهاز والمنع فكل ده يمتده يجتبعي بحيث يمعني من المناطق المحترضة او من الفئة درجة بالان الانام تبتده تخف في واحد متخصص اقليميكي لجلح في انه يعمل يزيل ورم قديمي بنجاح من خلال تنويره مش المخلاله براعه لانه في تخوف انه يعمل في القديم التشاور في دراعة فبدأ يجب من الجلسات للتنوير لما يكون المرم اختفى المساعدة بالتأميكات الالكسينيو والصففاتيين كل دلوء يستطيع فيه من التنوير كتنية طبعا تضرم هذا الحق اللي لانتكلمة كتنية طبعا تسموها براعاد دريعة 50 كيلو طبعا بيجتبع بنهم كمهينيو راولو بش ياسس دولوه يقل تأمي ينفسوا التنوير طبعا على شكاليينه ودفع الكتير من الواضيات من الحلقة اللي مشقتها من اعرام الاسبوح الفات وهتدير فنرجى تسعى لفرط حظم على استخدام شخص اطفال لتسعيل المتراسة اللي يتمكنها. شفتوا بخير اللي انتم فيها. كان واحدة قوة من هنا عندها اطفال وانا من 16 سنة ومسك المباية 24 ساعة. كم واحدة? كتير? كتير? وللاسف الشديد عشان احنا شعب متخلف اهم في فلوريا قد قبار فعلا بتصوير مئة تمانية اصوار مبارد ايه سبع اصوار بس. يعني تصوير عالية ساعة كرة عشان يقبوا قبار فورية كاليفورنيا اللي هي اصد فلوريا اه اللي هي من اكبر لوريات في ايه في عالية بحيس انهم يمنعهم المطفال اقل من 16 سنة انهم بدخولهم على موقع اتواصل الملاقبائي جميع الت